اشتركوا في القناة يا صباح الخير يا صباح الفل ان شاء الله نهاركم زيل ان شاء الله بالصحة والعافية اليوم نهار لحد خمسة فيفري الفين وثلاثة وعشرين كيف العادة من نصف نهار المساعتين تنتقوا مع بعضنا في اللي ما تحكاش اللي ما تحكاش اليوم فيه برشة ما يتحكي والبلاتون اليوم نسائي بامتياز في العادة نحب البلاتون مختلطين خطر الاراء هكا وهكا لكن الموضوع اليوم يهم المرأة اساسا واكثر واحد شي يحكي على المرأة هو المرأة هناك نحبه ولا نكره ضروري ان يكون البلاتون نسائي ما نجمش نقول عليها ظاهرة مش ظاهرة لكن هي موجودة في مجتمعنا كما في المجتمعات العالم الكل ما فيها بس كان نحكي وعليها من الداخل من غير ما نعطيه كما نقول لنا الاحكام المعيارية ما هيش بعيد دي ما نقولها بعيد على الاخلاق بعيد على الخطاب الوعظ بعيد على تقديم الدروس باش نحكيه اليوم على الام العزباء انا كنت لمحت له نعم بي بي سي تير برنامجنا في التلفزة بالامار هي تعدى كنت هارت لربعة تسعة غربعة على كرتاش بلوس كنا حكينا على الموساكنة لكن لمحنا شوية للام العزباء وقلنا مازلنا في تونس مازلنا نناظلو مازلنا للمصلحة قدتك بعيد على الاخلاق وعلى دروس والمواعد نلقى هالامة ذي هي تونسية بالاساس اللي في حياتها في لحظة من لحظات اختيار موش اختيار اتوا ونشوفوا شنية الحكايات وراها زادة ابناء شنية الوضعية القانونية لك لابناء هذيكا المرأة هذي الام العزباء اللي بين القانون وبين سلطة المجتمع ما نحبه ولا نكرهه بش نحكيه مع ام عزبالة هنا انا نشكرها انه حضرتها معانا مش بش نوريوها بالكل معانا بش شوفوني نتكلمها كندور عليدي اليمين بش نحكي معاها نقول شرفتني وقولها يعطيك الصحة لي جرقتها وقولي انها جايت قلتلي قلبي معبي نسمعوها ويزمنا نسمعوها ونسمعوها مليح على خاطر وهذايا حتى واحد ما هو في معزل علي عاشدته الأخت خلود مرحبا بيك اللي خلود شرفتنا مرحبا بيك بش تحكي اليوم في اللي ما تحكيش في اللي ما سمعوش لعبات خلود حضرت في دي بلاتو خرين اذا عاول تقلب ذا اول مرة قداش عمرك اختي ستة وعشرين سنة بنو تنقل صغيرة محليها ومحلة لابتسامة على وجهها وليوم ان شاء الله نسمعو من عندك الخطاب وقول لنا لي ما سمعنيهش مرحبا بيك بطبيعة الحال على ايدي اليساري دخلت احنا شكية اللي نعرفها قبل اخي كشفت قطرة وقبل التقينا في قناة تلفزيل في حنبال في احدى البرامج اجتماعية كان برنامز موفيدارة الضو حكينا في تذكرها ولا لا اختي سامية شرفتنا شرفتنا لسامية بن مسعود رئيس جمعية امال العائلة والطفل مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة ومرحبا بجميع المستمعين اكيد وجميع مشاهدي زادة اللي يشوف اللي يشوف اه ايا فام احلى راديو صحيح لكن زادة تشوفونا علشان يوتوب وتسمعونا اه معنا اه استاذة استاذة الكعبي هكا ليلة مونيرة الكعبي وهي بحفة زادة اه اه اخصائية اجتماعية اخصائية اجتماعية رئيس جماعة السابي 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 شكرا جزيلا انا خاطر زادة الاستاذة مونيرة ما حذرت في حتى بلاتون شفت قالتلي ما حذرت شوية كان اليوم جيتين وفمع اميساج حذرت مرة في حنة بعل وحذرت في حذرت الحيوار التونس يعني تعرف عليش نسأل هكا ونحكي على الحضور عليش على خاطر يلزم المواضيع منه هذي تمترحها في الاعلام معناها يلزم الحضور مش يكون مرة واثنين وثلاثة كان يلزم الحضور يكون يومي من اخصائي اخصائيين من من مسؤولين على جمعيات من مجتمع مدني بوكوا بام اليوم لحد صعيب بنتحصل على بعض المسؤولين يعني سواني مثلوا من دوبيت حماية طفولة الى غير ذلك الميساج ان شاء الله المساج يكون وصل وما فماش خير نقولينا من الحكاية متاع خلود مش نطلقوا منها نحنا هذي اكيد ومبعد باش ندخلوا عادة فكل عادقة متاعنا والكلام مش ساهل للا سيميا انه تحكي على الموضوع هذي بعيد على مقولينا الاحكام الاجتماعية الصعيبة صعيب مجتمعنا سيميا مجتمعنا صعيب وانا اسبق لي معناتها حضرت في مشاركات اخرى لكن ديما ردود الفعل المجتمع متاعنا تكون قاسية ويحملونا مسئولية كمكوا اللي نحنا قاعدين نشجعوا في الظاهرة هذية هو واقع ما هيش ظاهرة الحقيقة الحمدولة معنى في مجتمعنا ما هيش منهم نجمش نقوله ظاهرة لانها معنتها تقتصر على عدد معين ثابت معنتها العدد هذية لكن ديما نقول اينا الام العزبة هي بين حيف القانون وظلم المجتمع لانها وصحيح معنتها هناك شريحة من الامهات اللي اختاروا باش يجيبوا صغيرات خارج اطار الزواج هذا الامهات هم النوع هكاية يتحملوا مسئوليتهم لانه قاموا باختيار لكن هناك شريحة اخرى اللي هي في حاجة للمساعدة لانها ما قامتش بالاختيار ما كانش معنتها حمل مرغوب فيها تواجه العديد من الصعوبات قبل وزيد دكتر بعد الولادة خاصة نتولي مشكلتها هي كأم عزبة ومشكلة الصغير اللي في ربق تار لحقيقة موضوع شائك لكن يعطيك الصحة اللي ترقت من مثل هذا الموضوع لانه يزمنا برشة شجاعة باش نتناولوه لكن نتناولوه بصفة موضوعية بصفة اجتماعية وكذلك نتناولوه من منطق حقوقي من خلال مقاربة حقوقية باش يكون تعاطينا مع الموضوع ذا يكون تعاطي ذا منفعة وذا جدوى ما نقول ساعات الهكة في البرامج بحضوركم انتم ما شرفتونا به كيف المجتمع يخذ روحه للمرية يخذ روحه للمرية ويشوف اش عندي اش ما عندي اش هذي نحصن عندك ذواهر ايز ما كتشوفها وتحطها تحت تحت مجهر البحث ويلا ان شاء الله يجي نهار حاشتين يا اما معناه نحنا ننظرولها بنظرة حقوقية علي بشنو سمحني الامات معناه العزيبات كيفاش يعني وما ننفي وهم نحيو لهم الجنسية نرميوهم في البحرر ما نعملولهم صحيح معايا وهذا تطرح في برشا 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 مواضيع ان شاء الله كل مرة في هال البرنامج بقدرة ربي ان شاء الله كل مرة للترقوا فا هذيك عليه شو سموه ما تحكيش ما تحكيش وانهم ما كل شي تحكي فيه لكن بالنسبة للمجتمع او شبيكم حكيتوا فيه لاحكي ماتل تحكيش ليه عليش ماتل تحكيش يعني بشن دوره هي زوراتنا هو وقعنا هو وقع موجود في المجتمع هذا وهو مادام كعبي معنا لهنا اليوم معناتها تنجم معناتها تصحح لي إذا كاني غالطة الأمهات اللي قمنا بالمساعدة متاحهم وليقاوا المرافق وليقاوا معناتها السند اللي لازم والعينية اللازمة نجحوا في حياتهم وندمجوا في المجتمع وكانوا معناتها أمهات يحتذي بهنا لذلك لدينا معناتها العديد من الشعادات والعديد من الأمثلة أنا عندي معناتها صغيرات طوال لي ومعناتها ديزا دولت وعندهم مناصب عليا في المجتمع ويخدموا أمورهم معناتها وابحة بلك دي وهذا كله نتيجة لتضحية الأم حتى النجم نقول من نجم نقول كان تضحية وكذلك مساعدة المجتمع ورعاية المجتمع المدني خلينا أختي سيميا وحتى الأستاذة مونيرة نزيدون نزيدون نفهموا بعمقها أنتو ما عندكم الأرقام أكثر مني أنا المعدل العمار متاع الأم العزباء معدل العمار معنات خانجداج بينا شنوة وشنوة أكثريتها معناها الأكثر هي شريحة شابة هي شريحة شابة من خلال الدراسات ومن خلال التقارير السنوية متاع الجمعيات متاعنا الأمهات العزبات معناتها هما شريحة شابة ديما بين البيك نقوله بين 24 و29 هذا نسبيا هذا هو هذا هو هذا البيك معناتها الأكثر عدد من الأمهات لكن ما ينفيش هذا وجود معناتها قاصرات ووجود معناتها نساء معناتها من 30 سنة إلى ما فوق معناتها ثم نساء يجيونا في 40 سنة معناتها وكيف ما يجيونا جيونا فتيات اللي عمارهم 13 سنة أما حاجة بركة نحب نأكد عليها ونشير لها اليوم وهذه مناسبة باش نصلتوا عليها الضو هي معناتها في السنوات الأخيرة لاحظنا ارتفاع عدد الأمهات القاصرات بالفقط كنقولوا سنوات الأخيرة يعني قداش العشرة سنين الأمهات الخرين نقولك من العشرة سنوات الأخيرة والسنوات هذه معناتها من 2015 إلى يومنا هذا معناتها نحن لاحظنا ارتفاع عدد الأمهات القاصرات معناتها الفتيات القاصرات وهذه معناتها عنده العديد من الفاكتور معناتها الأسباب يزمنا بالحق نصلت ونحطه يدينا على المشكلة الأساسية منها نقطاع المبكر عن التعليم منها معناتها الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية ممكن اللي يصار في البلاد كله منها وجود زادا نجم نقول وذية ونزيد نأكد عليه وجود معناتها عصابات اللي تشتغل بالقاصيرات معناتها هناك العديد من الظاهر اللي شهدتها بلادنا معناتها السنوات الأخيرة اللي تسلزم منها تسليط الضوء عليها وقيم بدراسات من أجل الوقاية يزننا ناخدنه بارشا بارشا على الوقاية خلينا نتوا نسمع الخلود صباح الخير صباح الخير مع نصف النهار ما يسيلش يا عيش أي خلود كيفش بدت حكايتك والله أنا بدت حكايته مع إنسان نحبه أنا صغيرة ملي عمري 16 من وقتها بدت حكايته تقربنا الميكرو هو أكبر مني صورتك ما فاميش صورة وصوتي ولي بارشا علينا خلتك آآ ولدنا نحبه ونعيش معه وكل شي من وقتها بدت حكيتي معه تعرفت علي وين في اللحومة في نوعاتها وين نقرأينا معناتها بقيت يكون في نقص موقتها قلت لي ست يام ست يام معني أول وبدت الكوليج آآ عرفت وقتها كيفاش عرفته يتعدى في البحث الكوليج آآ بحث الكوليج متاعي من وقتها عرفته وش كان يخدم في حياة شي عم في حياته؟ من وقتها ما يخدمش آآ فهمتني آآ وكاها من وقتها وليتنا نحبه وهو يحبه ونخرجه مع بعضنا وكل شي آآ فرداء يعني أنت خرجت من داركم وليتنا نشي ما؟ خرجت من دارنا وليتنا نشي نوي فرداء آآ سمحني العيلة كيفاش أقناعتها أنو تبقى عليم كل مرة كيفي؟ كذبا مراحضة صاحبتي مراحضة بنت خالتي كل مرة وانا حاجة نقوله لهم آآ فهمتني وكاهم العليقة ذيكا جبت بنتي حبلت بقيت روحي لي أنا من نجمش نحي منتا بنتي هذيك كيفقت بروحك حبلة معنا فيت الفوت؟ كل شي خوفت وقت قعدت للي ولدت بنتي خلود ما قلت معناها ما قلت لحتى حد كيف كيف اكتشفت الحامل المتاعد لا ما قلت لحتى حد كي قلت له هو؟ هو قال يخلي وإنا نحن نحب عليك وبش نياخذكوا كل شي ياخي يخي خليت مهم أنا صغيرة كل شي نصدقه ليحفي ولي نصدقه مهم جبت بنتي عمدي 17 البنتي الكبيرة بربي سمحني علامات الحمل ما يتظهر؟ غايتظهر كيفاش في داركم ولا ولا المدة دي كان قطعت ولا؟ نمشي ونراوحنا نمشي لدارنا ونخرج ما اخدش برشا دي ما فداء باش حتى حد ما لاحظ عليك باش حتى حد دار مهم وكي ولدت شكون قام بيك شوية قلت لها امك قلت لها اي كي كبرت كرشي صحيح اذيك عليش؟ قلت لامي لا كي كبرت كرشي لو شهر الكبار قلت لامي مهم واخي امي مسكينة غطت علي على المجتمع وعلى كل شي مهم مهم وقتها الابو حاضبات وهو ثور experiência مهم 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 في عمرنا نزيك وانتي عمرك سبعتاشن سنة. عملت حد شي وليت اينا ليهي ببنتي. وين? في دارنا. يعني العاية لقلبوه موجود. ايه لكل هما نتهم ليموني. كلهم تغشوا علي برش عبيت قطعتني ما عاش تحكي معايا. ولو يخزولي بنظرة اخرى. اه سي سمعت بيك العبيت. سمعت اي سي. والاخر ما اخذكش لكتب اصداق مثلا لحد شي. هرب بميلا. ما هرب بجرمك عندو مرة ما يشيكل ام ومعاش تحب. ما انت ولت حكايتها كاكا فهمت ريك اه. اولا هو مرة يجي مرة ما يجيش مرة كل مرة كيفيش. وكان حومة اللي ينسكن فيها. ولو يخزولي بنظرة اخرى. امم. منطل الغلطة اللي انا غلطها. فهمتني اكي عيلتي زيدة عيلتي الكبيرة واللي بيخزروا لي بنظري اللي انا معناتها سايبت قرايت وسايبتنيت وليت معناتها عندي بيبي وعندي مسؤولة. اللي اللي فهمتو انتي بطلت لقراية. بطلت ايه. واختيش بطلتها. معنا بعد ما كملت ستين. لي لي ما كملتش. ما من فاق قريت شوية وبطلت. ما كملتش. بسبب هذا. لي قبل ما نحبل وقبل كل شي. اه بطبيعتك. معناها بطلت. بطلت. بطلت القراية. بيبي كتبوا باسمو. لا. ما لاشا عملتو. ما سيل هو. قد اعمرها توا. عشرة سنين. كمام عشرة سنين. عشرة سنين مكتوبة باسم شكون. تقرأ هي في المدرسة. اي باسم شكون. باسم افتي راضي. داكار. هم هم عنتها تليسة انا عندي باسمي كلهم. شو تلقى بي انا باسمي عندي ثلاثة صغار انا طب. ثلاثة صغار? ايه. يعني من نفس. من نفس الرجل? ايه. اه معناها مرة تحكيلي على الكبيرة. ايه. عشرة سنين والاخرين قد اعمرها. اثمانية سنين واربعة سنين. ومعناها رغم من اولا صارت مشاكل زدت كماما قعدت معاها وجبت الثانية والاا. ديما نصدقه انا ديما خطت بشني يخذك بش درشني. هو هاو يدخل الحبسة ويعم في مشاكل فهمت? اهم. ما كل مرة تصير حاجات. كل مرة تصير حاجات. معني امك مسكينة كل مرة وهي ما معاك في. ديما امي معايا مسكينة هي تخبي عليها هي كل شاي. وسمحني اش تقول البنتك انتي طب. بنتي مزيت ما يفهم احد شاي. لعمة في المكدر ساعدها وين وبوك اشتعمل مو. نعرفو في المكدر. انا ديما معاها بنتي. بنتي طوى مزيت مايش. تقوليش بني منيش انا ومعنتا انا ويك وبابا نعيشو كما صحابي وكل شاي. كل مرة انا نحكي لحكاية. خطر بنتي خاصة الكبيرة حساسة على الاخر. اقل حاجة تقلقها. خطر انا وصلت بنتي اه نعديلها عند تبيب نفسيني في السبتاء. بي اه خالينا طوى في هال المرحلة هذية. انتي طوى عمرك ستة وعشرين سنة. معنا في ستة وعشرين سنة عند ثلاثة صغار. اه. في ثلاثة صغار الاب معناها نقولوا نحنا مجهول مدام ما هوش مسجل. اه. ما ما نعرفش الهنا المجموعة معناها غي سيدي فيت. ما معناها. هم عازباء اللي ثلاثة. الثلاثة صغار. ايه. سمحني. ثلاثة هذو ما خليني من غير ما مش نعمل. يعني حكم. فما ثلاثة ضحايا لهنا. وهي ضحيتهم الكبيرة. قد ما زلوا بشي. اهي. سمحني في الولادة الاولى. اه هي قاصر. فيها قضية. في معنى هو كان يتقدم بشي سوي وضعية الصغار. هو روخايف. في حال تفيرا. ما نجمش. معناها في قضية اه اعتداء على قاصر. وقضية في اثبات النسب اللي هي ما هيش قضية ذيك بشي استعرف بالنسب متاع البنوتة. اما بقاه هو روش روشي معناها ما وزادت هي الثاني. والثالث. تو نحنا كي هو موجود بما كان وقعر. اهه. السجن. نحنا بش نتصل بمصلحة حماية التفولة. اللي هي تنجم تعمل تحليل جيني مدام هو موجود في السجن. بش نسويه بوضعية الصغار. وتتنحى حتى الهوية الافتراضية للطفلة. خطر الهوية الافتراضية مثال انا ضدها. كي تخلط ثمنتاشين سنة ولا عجرين سنة. بش طلع بس بورو بش اللي تدخل معركة المجتمع. اه اه اه. بش يقولوا الهوين والبو. ده ونحنا من القدم اللي خدمنا للخدمة اه اثبات النسب. انا واحدة من الناس اه من عام ثمانية وتسعين. انا ومدام سامية. اما تو حتى كي تعطيه هوية افتراضية يخلط عمره ثمنتاشين سنة. بش يقول له هات البو اللي في المضمون. مني بش نجي. بش يزيد يتصدم صدمة اخرى. قطر الهوية افتراضية. تحل المشكل في اه سنوات مو اقطع. هو صغير ما يفهمش. اما كي يكبر معناها ما. اخت سلوة نحب نعلق على الموضوع. الاخت خلود اه هي اه معنتها ام لثلاث اطفال خارج اتار الزواج. اكيدة عندها الوضعية متاحة تستحق معنتها اكثر دراسة واكثر. بزبطة. ويزمها معنتها مرافقة ومساندة اه نفسية واجتماعية. خاطر خاطة فما امكانية يكون يخرج زيد الثالرابع والخامس. اما اه اكيد معنتها معنتها ثم نحنا درسنا حالات متاع وضعية امهات معنتها اللي عاودوا مرة لولة ومرة ثانية. ثم حاجة. ثم اشكال. اه نفسي اجتماعي عائلي. دونك هذي يزموا دراسة ويلزموا معنتها مرافقة نفسية. بش نعرفوا شنو هو السبب اللي يخلي خلود معنتها مازلت تبحث. تبحث على ذاتها. تبحث على على روحها. تبحث على العلاقة معنتها اللي هي معنتها والليت. اه في معنتها اه نقوله نجم نقوله اه في تباعية للسيد هذي. اما تعرف انا قبيلا قالتلي كلمة واحد داخلين. قاتلي لاينا راني ما نحبش نوري وجهي. على خاطر ولادي تويكبروا. بيشوف معناها هي تتوى قاعدة خايفة على نفسي صغر. نفسي صغر. ونحب نأكد على حاجة. لو كان انا متأكدة الف المية لو كان خلود معنتها اوقاعة معنتها رعايتها من قبل جمعية. جسوة جمعية السبيل ولا جمعية امل للعائل والطفل راه يلقات التوازن الاجتماعي للقوات التوازن الذاتي متاحة. وراي ما وصلتش خاطر نحنا زادة ام بلوس معناتها الرعاية. باش نمكنوا الام باش نساعدوها. باش تحت ظن صغيرها معناتها في ظروف تكون اه كريمة وتكون معناتها لائقة. نزادة نعملو لهم توعية نعملو لهم اه اه النصائح نعملو لهم انسات اتستيغا. وراي ما تقاش معنا. طو بعد نحكيه ربما. وهذي وهذي سمحني اه استاذة معناتها هذي مشكلة الام هيت العازبات اللي ميلقاوش في الرعاية والمساندة النفسية. هاو بشو اسألة هي 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 تسمى امها. هي يلقات وحو دخرين ما تلقاش. اي مو هنين حبت اسألها بعد بعد البنوتة الولانية. اه اه امها بالغريزة باش تحمي بنتها. كيما هي طوب غريزة باش تحمي صغارها. هذي يا بيه من نجموش ننكر انه هو جينب على قليلة على قليلة. يحميها هي وينجم يحميها بيامل انحراف وينها تعرف وانه ندوي والغلطة بالغلطة بالغلطة. مش هذي هي اله هنا الانتي والوالدة ما كنتوش تعرفوا انه فما جمعيات. مل بي بي لو لاني. هي اللي مكنتش مل بي بي الثالف. مل بي بي. كيفاش اسمعت هي اي يا سمحني. تواجهت لك لكنتي مدام في الخيلة. كيفاش مشيت وكيف داكت عليها. مل مورج دانتا سبيتار. انا ولدي ولدت واحدة في الدار. انا كولدت ولدي ما عندي حتى شيء. عندي لفلوس مش مشيني اخوتك سيلا عندي حتى شيء لخي تروحي واحدة حتى امي نهارتها مش بحذية تخدم. كي شدني نحس ولدت ولدي واحدة كي رد الحالة متاعي المورج دانتا سبيتار. بعثتني هي اللي جامعي وكبشت فيا خطر هي من بنتي ثانية قتلي برا انا ما مشيتش لحقيقة. مخطر ما نعرششني وانا دي ما نخاف من الحاجة اذوم. كي بعثتني هي مشيت بولدي. لقيتهم لحقيقة عاونوني في كل شيء وما خليوني معناتها حلي بولدي يكوشوا ولبسوا وعيدوا كل شيء لحقيقة معناتها ما خليوني نقصها حتى شيء بولدي. وطوا معناتها هما بريسكو اللي دي كل يلبسوا فيهم ويواكلوا فيهم وكل شيء. لكنه ببعض تواذي ممكن احنا سبقنا وقلبت حتى شوية الى الى متار يعني هذي مش كان باولة مثلا تعلم صنعها وتقدم. توا سمحني. توا نحنا بشنا تدخل تعمل تكوين. والمشروع متاحها حاضر. اما ما ناش بش نمكنها هي كمشروع. عنا مشروع في الجمعية. وضع. لها والغيرة اما هي اللي بش تبدأ بيه. مثال هي تعمل حلاقة. بش تولي بحذان الفاكولتات ميتسين لجماعة الجمعية. ونحن عينينا عليها. معناها نشروع لها الماتريالي كل. وهي تخدم تحسب روحها وتخلص باهي باهي باش ما نزيدش زيد نسبق اكثر ما يمكن خلنا عود نرجع بتوالي 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 نشان نخدم على اقل علف السير العادي للحوار الا استاذة خلود القات امها رب يفضلها ومبعد في البابي ثالث القاتكم انتو ما زيدا يعطيكم علف صحة واللي ما تلقاش حتى حد الراجل اهرب لام والعايلة ينجموا وانا شفت في بعض دراساتي طردوا بناتهم برا ارجع مني النجيد تدخل للحومة كذا قريت انو فما نسب انتحار قريت انو فما في البرشة انحراف ولقيت زيدا الجرائم او التخلي اني هيئي على اكل بابيه ذاكا نسبتهم هدوما استاذة نسبة اللي ما يلقى حتى حد اكثر من خمسين في المية خمسين في المية ما يلقى حد مش شوية خطر مش شوية عليش خلود محظوظة الى القاتل عائلة تواكيم الجمعيات فما جمعية السبيل جمعية امل جمعية امل واحد اخرى للعيلة والطفل لا العيلة والطفل مادام سامية ديار الامل فما جمعيات تحييتنا اليوم اما متنجم اشتحظنك من جميع الجوانب انتي بيش تقدم لها مساعدة اما هيك اللي بيش تقدم للمحذين يزنك اشتعطيك لا يزنك بيش تتفقدها هذوما الجمعيات زيدا غير قادرة خلينا هذوما اساسا رعايتهم تكون بالطفل مبعدوا بالطفل اسيح ولا يعني ساحا اذا فوليتا وااخر بعد خطر ما ميقفاش اكي وحدها او اما طونا نحكيه على اللبنية. اللبنية في مجتمع آآ محافظ. آآ مجتمع مهما كان مهما كان قاعد شوية يعطي في الأحكام الاخلاقية. وهنا يا سيدا والله يفهم دي ما نقولة فهمة. معنيا العباد الكل فاش عتني يوليهم ليك يوليهم انتي بيك انتي عليك انتي يلزم نعدموك انتي ناس شرف 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 العالم. معنى ايكا الوصمة هذيكا. البنوتة الصغيرة وهي مش تعدي تسعة شهر. وحدها. وحد. اه والقانون. يا سيدي ما عطيني العباد ما تحمينيش. عطيني يقول القانون وينو? ميحميش موعدا. القانون ميحميش الام العزبية نحن. تو حتى تسعة شهر. اي. كي ما تقولي فما انا عندي حالة. امها هزتها الشهر نيكول هكا 14 سنة. الطفلة مش فاهمة اللي هي حبلة. هزتها وجيعة في كلاويها واندرشنو. كي دخلت بها اللي رجلت طبيب قلها بنتك تايي. مش تولد تاو. المرأة جيت ضيقة فاهمتني. هذوكم انا. تو كي تحت ظنها العائلة. ما فاماش واحد معصوم من الخطأ. انا. الغلطة تحاسبها عليها كي تتعاود. اما خطر فما الاغتصاب. والله اذا بش نحكي لك يعني اذا كان. اختصاب المشغل. مثال تلقاها عاملة في منزل اه درع بيد اكبار وكل. الطفل هم يتعدى عليها. ما يش ترقاها. بربي عند فما نسبة فيهم لحكاية دي اه. فيها وفيها. فيها نقولك شو. الحقيقة انا. كل شيء نحن. انا بش خطر بش نسألك السؤال هذية. انا اقول مع التطور التكنولوجي. ما 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 عادش عنا بنو تيت عينيهما مغمضة. اكي باي. ولا تحضلوا على العالم راه وفما فما وسائل اه تواصل اجتماعي فما فيسبوك. ولو يتعرفوا على بعضهم عن طريق الفيسبوك ويتلقاو. يعني ما نجمش نقارن. طفل عمارة ثلطة عشر سنة اليوم. طفل عمارة ثلطة عشر سنة. اه ثلاثين سنة واربعين سنة التالي. والله ايجا نقولك شوء التكنولوجيا والليغيزوسوسيو. محل مش المشكلة بل بالعكل. زادوا. زادوا عقدوا هاي. زادوا علاش قتلك قتلك زادوا معناه. وحكاية الفيسبوك ادي نتعارفوا عن طريق الفيسبوك وبعد نمشي ونتقابلوا. اي اي اي. معنات هذيك الكل وراه اه معناتها من المشاكل اللي قاعدين اه نشوفوا فيها ونوراوا فيها ونلاحظوا فيها يومين. اما الاشكال الكبير فين في 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 تونس معناتها في علاقة بالولادات اه خارج اطار الزواج. اه مثبه اشي قانون يحمي الام في حين انه القانون اللي موجود تفنel. اي اهстран قوجل بنادفرين دي ما كننقول هي صدق في نerton. معنه. ابك نيانس. بايش نقول لك هادينا معنيها يعني اي. اعين. عاخنانيче نيانس. على خاطر القانون اللي موجود هو قانون ثمانية وتسعين اللي ثمانية وتسعين اللي صار في سنة عالم. ثمانية وتسعين. واللي صار تنقيحه في الفين وتلثة هو معانتها يعطي للطفل مولود خارجي إطار الزواج الإمكانية باش يتحصل على الهوية الأب طبيعي إذا كان الأب معروف وإذا كان في حالة غير معروف وغير معناتها معلن من قبل الأم يتحصل على الهوية الافتراضية الهوية الافتراضية نحن كنت نتذكر سيدة كعبي وقت اللي قمنا معنات بالحملات والمناصرة واتستغاة معناتها تتخوفيديو سلوسيان بالنسبة للصغيرات اللي هما اباندونيه سور لابا بيبليك وإلا اللي الأم معناتها بالسوق الحظ معناتها ما تتعرفتش على على الأب وإلا الأب معناتها هرب وإلا اللي هو معناتها القناحة حلقنا حطيني له إطار لكن الإطار اللي حطينيه بالنسبة للهوية الافتراضية ما هوش معمول به اليوم دونك هذيك مشكلة كبيرة ومش بلا عويسة ويزمنا معناتها بالحق معناتها حلقة خاصة بالنسبة للقوت لك وبنسبة للأطفال يزمنا حلقة مش خاصة يلزم كل يوم خمس دقايق خمس دقايق معناه إشارة لها موضوع أحنا باش نشوفوا باش نسمعوا الأشهار ومبعد باش نرجعوا خلينا نحكيه على الأم العزبة في وسط مجتمعها مبعد يعني اللي إنه هذي حكاية نترتبط بها مدال حياة تنجم تعود حياتها ولا لا تنجم تندمج ملوه الجديد برشة 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 حكيات يمكن مع الخلود نسمعوا القصة متاحة ومبعد نحنا نحاول نفرقه ما تتغشش علي يا عزة وبالعكس نسعيدة جداً بوجود الإشهار يلا رجعنا لكم مرحبا بكم طواب الضابط نصف النهار واثنين وخمسين تقيقة ما زلتوا تشوفوا تسمعوا في 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 اللي ما تحكيش على يا فام أحلى أحلى رجو هو موضوع اليوم في جدية فما ما 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 نجموش إن نعملوا أجواء من المنجموش كونو دي كنت خاك تبرش على خاطر على خاطر كي نسمع خلود تحكيلي في القوف على حومتها وعلى نظرة الناس ليها آآ خلود آآ أم وانتي عمرك سبعتاش نسناء آآ هكا ولا لي معا بنوتا ربي فضل هي لي معا بنوتا وبعد زوز أولاد ولايد زوز بنات ولايد زوز بنات ولايد ربا يتحكي عليهم بكل سعادة وفرحة محلية ساعة أول اعتراف يزن يكون الاعتراف الأم واعتراف الأم هذك اللي بيه سيدة وقريينة وقريينة آآ بيه يا سيدي الحومة بتاعك كيفيش علاقاتك بالجيران علاقاتك بابنات حومتك كمتا عقبل شي يجيوا يقولولك كيفيش يحكيوا معاك أنا نعرف اللحياة الشعبية الديار الكل مفتوحة على بعض هاراو أنا عشت وقت في حي شعبي نتفكر أنه الجيران كل عائلة يدخل هذا يدخل هذا يدخل لهذا العلاقة من بعد تبدلت كيفيش يخزروا لأمك علاقتهم ببوك وتعرف أنت اللي بالنسبة للمجتمع اللي عملتوا أنت عند فن مشكلة كبيرة في شرف العائلة والبو والمفتوحة أي كيفيش هذي الكل كان انت اللي حكي لعليك والله كابتين وكعبة غزروا لي بعين الرحمة ما تخزروا لي كائنا صغيرة وغلط والباقي لكلها حتى يحكي معاك اللي مجيهم في وجهك أنت الدور وهما يحكيوا عليك يا عاملت يا ما عاش تشرفني مش ندخل معايا للدار ما عاش تمشي معايا في الشارع ما عاش ماذا بهم يراو أمي مثلا كمسكينة خاطر أمي تعبت علينا ما عملت معانا كان لبيه حابت تقاريرنا بالجد يقول لك ما رمضت أمها وبوها سحيتها ما رمضت أمها وما رمضت بوها وأمها مسكينة وأنا أمي عقلة برشا معنتها حتى تواجحها بأي كلمة تقبلها وتسقط فهمتني تقلنا من هالحومة هذيكة بدلنا في حومة أخرى الكل أنت والعائلة الصغيرة اينا والعائلة الكل وشكل ما باش تكون عائلتكم الصغيرة؟ انا وأمي وأخويا وبابا باي أعطيني أخوك والله أخويا مفهمت وأمي اللي أنا معرسة اللي أنا مشيت أنا ويا وعرسة بش هو ميحسيش وبش ما نتعاركش أنا وياه وفي الحومة عام يقولولو داي يقولولوش خطر هو مكثر النساء نساء أكثر من الرجالة ريتلوج على حكاية ذيك فهمتني أما ما هي وقتش توليك يتولي مرها تحكي الراجلها ما يفلينها عملت ما يفلينها قدت ما يفلينها بها هكا وهاكا وريد هومة اللي ما يحبوش يسمعوه خطر هومة عايشين فيها را وذيكة را وريد كين ما عملتوش عملتوش مرتو بنتو عملتو أختو عملتو خالتو خبل أنت عايشين فيها أنت تعرفهم حالات هذو ما بعينيها معنيها أنت قال لك لا تعظم لا تتبلي خطر هومة كيبش يحكيوه عليك أنت بعد بش تسمع حكاية أنت موخك عاد أنت تحب تشمت إزي تحبش تشمت إذيك حاجة ما رب بيوريك حاجة ليهو ورا موش خير منك العبدة ذاك جووك هاك يحبو يعطيوك دروس وهمة مروا بأكثر منك هكا معنى هما فما بنات يوصلوا يخدموها كيكا معنى خدمتهم هذيكا يعني يبيعوا في بدانهم أما بعد كي تحبل تقول لك أنا بفلوسي تمشي تبت نحية صغيرة ذاكا ولا تخلي في السبيطار وترجع لحياتها العادية نقولوا أنت ماشيك بشي أنت كيكا وتعرص وتجيب صغار وتعيش عادية طوانا مش بشلو معليك لهنا كيما قلت لك منيش هنا بش نلوم ونعطي فيك في الدروس أنت معنى عبارة أحمل ثلاث مرات على خاطر الولايدة ذاية كان واعدك بالعرش وترا فيه معنى ذاكا فتاة الأحلام وحتى لتوا يظهون لي مزلت مصطقته حسب اللي أنا مزلت مصطقته يا خلو لوو الوثاني والثالث ومتي مزلت مصطقته مزلت مصطقته أنا خطر هو اللي حليت في عيني مطا هو اللي وراني الدنيا هو ربيني ما هو الراك الدنيا هذا الدنيا مطا هو عشت معاه في كل شي عشانا نوسه نعرسونها ياما دي قصة حب قصة حب كبيرة ما نشو دي ما نعرف شا ما نشو ليسا صغار هو في الحبس كل مرة يوعدها ويخلف وعده خطر سمحني معنى عبد هو مكترة ودارهم زيدا أمهم أثر عليه برشا اللي هو لازمو ما يعمل حد شي هاو ما ينجم على أمه ما زلت موجودة وتأثر عليه ونجم يعمل حد شي انتو بجماعة الجماعية كيف ش تعملون هما بملل والله نسوي وسعيك ما دام وهو في السجن نسوي وضعية الصغار خل انتي ما دام العنوان بتاعه واضح واضح خطر اينا نتأكد الي هو خايف خطر بش يتوقف هي قاصر معنى هذيك أما يتوقف ولا يكتباز داك وعاو عنده أمه معنى ما هيش موافقة أما كان توقف رو كتباز داك ما قلتولوش أمه وراء وراء ووالدك رو بكن ما أنا مشوفتيش أمه كجمعية ما شوفنيش أمه أمو مش لازم تشوفوها لا ماذا بي أنا توكي جيت نهية أنا أمو بيش نستدعها وبيش نزيد نتحقق ما نسيجي اللي على خاط على خاطر هذية قاعد يدور معناها أنا كورسي تنجي ببليك معا شو قاعد يدور ويجيب في الصغار بلا تو تقول لي مثلا صغير واحد نقول لك باي يحبوا بعضهم غلطوا بس نساغت لا هذية ما أربعة سنين التكراري بلا أنا أنا مشكلة التكرار هو خلينا توانتي حالة ما نقول لكش حالة خاصة لا لا موجود منك برشا وأنا نقول مغرر بهن خطر نفسية هشة عالش سألت على القراية لهناء المستوى التعليمي عنده دورة كبير ياسر يا خلوط معناه المستوى التعليمي بيه يقولوا المرة لولا عادي ما ما نقول لكش عادي لكن قولوا يلا سارت وكا هو وأمك ربي فضل هيلك محليها لعبة دورة الأم الحقيقي أنه أنا مع بنتي ظالمة مظلومة اخترت ما اخترتش حتى كانت خلوط إنك أمك هذي كانت تحضنك وزيد أبوك شابوبا للبو هذا في المجتمع في حي شعبي تعرف في الشرق الأباء يوصلوا يعملوا أكثر من الكاكا والأخ ولا أولاد وما نحبش نقول هالكلمة معناها وفي بالك وحتى يظهر للقانون ينجم يجي معاهم يتعتبر جريمة شرف الحمد لله نحنا ما ما نعرفش وصلنا ومعنا عنا حاليت شوية شوية موجودة الحقيقة معنا بالنسبة لهذية وبالنسبة جريمة الشرف في تونس لنا ما عنيش جراء من شرف من الثبانية بتسعين نحنا نشتغلوا في الموضوع ذي عمرنا نهار سمعنا معنا عائلة انتقمت معنا بالقتل الصغير وإلى الام اتتغى دونك جريم 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 شرف ما هيش موجودة في تونس لدي معناتها يبقى التهديد يهديد 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 أما كينتدخلوا بش أنا واحدة من الناس ادخلت اكهددها هي وصغيرها ادخلت بش رجعتها للدعب بيه هو لم بعطوا نحيوه صحيح ما فهم ما فهم جرائم في حق لأولاد صغار اسمعني تارش في نعم راحنا احنا احنا اخذينا الكلام وحكينا برشا وبالحق من اكثر الحلقات اللي الكلام يحظ اكثر من الموسيقى لكي مانا جمشي اخو زيدا حيز الاخبار باش نخرجوا الكل باش نمشيوا للاخبار ماذي ساعة راديو افهم نشرة الاخبار بلواكرا قصة